عايز سألك أعطاك سألتك السؤال ده من فترة بس هاي لسة ده مزالة قائمة يعني فنكرر السؤال تاني ونسمع الإجابة تاني محمد عبد المنعيم شادات طول الوقت محمد عبد المنعيم وهو مدافع عظيم في النادي الأهلي أساسي ويتبني عليه خاط الدفاع في منتخة مصر الآن تبقى هو الأساسي بتاع منتخة مصر زيما في مرحوظات على فكرة خروج بالكورة بطريقة ما يعني انت أكيد شايفها بقى كمدافع محمد عبد المنعيم من وجهة مصر هيقعد فترة يقعد بالمن يزبط بس ده طبيعي محمد سنه صغير تسعة وتسعين هم تتكلم في اربعة عشرين سنة وهو مهوب جدا عنده مقاومات هو أساسا مهاجم كان في قطع نشئين وبعدين رجع رجع هو رياسر رجب تقريبا كابتن ياسر رجب كان هو اللي رجع ور في خاطر الدفاع هو وكابتن احمد يونس تقريبا لما مهاجم يرجع وواحد كرته عالية ويرجع يلعب وراء لازم ياخد وقت حياخد وقت شواء عبد المن يزبط وعبد المن يزبط حتة اللي انت بتقولها دي أوقات تبصت لقيه يعني يمسك الكورة هوب تتقطع منه صح كورة مشكلة دي هياخد وقت لغاية ما يبقى عنده الجمع ما بين الخبرة وحيطة القوة والسرعة والحاجات دي كلها صح فهو دلوقتي أوقات كراراته كراراته بيغلب عليها بتنقصها الخبرة شوي صحيح كورة عطعناها وبدلا ما يطلع بيها دريبل طب ما تباصي ما نطلع بالكورة على طول خلي الكورة هيلة تشتغل فهم أصلي لا هو لسه الخبرة ما زادتشي فبيحاول ان هو يزود بالكورة تقطع تاني باص فيه تسرع شوية او فيه عدم تركيز او فيه عدم تجهيز مسبق لان المدافعين يا كريم مستويات صح يعني انا ممكن كمدافع فيه مدافع بيقعد يدافع وفيه مدافع وهو بيدافع نصف تفكيره ان ايه ان انا لما قطع الكورة هطلع لمن عشان هاي وهاجمه يعني وانا بدافع وانا بدافع انا عارف كواس اول ان اول ما هقطع الكورة هتطلع على مين صح ده كل ده وانا شغال في الدفاع وفيه وحد بيدافع بس صح يعني انا الكورة دي تطلع في المدرج انا مليش دعوة يليش دعوة الديش دعوة اللي هيحصل بعد الجزي انا بدافع انا عملت شغلي اه فالدفاعات مستويات صح فهم قصد ازاي صح وهتحرك ازاي عشان لو جتلي تانية ومع مطلحة على اللي بعد وهكزة يعني صح تطلع الكورة بصورة صح فهم محمد والحاجة التانية اه وغلا فكرة دي الاجابة هي هي اللي احنا اتكلمنا بيها بالضبط اه حتة الاحتكاك شوية بره بره بقى الحاجات اللي في الكورة اه حيبدأ ايه يقولك خلاص بقى يعني ما تشتق مش مش حيات شتتت او خليه مركز في الكورة صحية